ترجمة نانسي قنقر جابوا الطلبة كلهم اللي معاها فيديوهات اللي معاها بتاع دا اقوال او شاف او يشهد او مصابين فعملوا تقرير كبير وقدموه يوم الخمسة 12 للنيابة على اساس اني هو الوكيل علي جابر اه متلف بس ولا واحد فيهم جي شهد بما معنات النيابة عملت ايه جت علشان حق فيه واحد واربعين طالب في التقرير دوت ان هم يشهدوا فجأنا بيهم مش هتجيب الشهود مش هتجيب الشهود اللي هو الوكيل النيابة قال لك ماشي 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 فادل على كده لغاية ما جاء امتحانات نص السنة يوم اللي امتحانات نص سنة رح بعث لهم للوكيل هناك اللي هو علي جابر انه احنا عايزين الطلبة دول يوم كذا ودول يوم كذا ودول يوم كذا فهو طبعا اتصل بهم قال له ده احنا دلوقتي كان فيه اعتصام وما فيش دراسة ووي ووي واحنا دلوقتي في امتحانات نص سنة فكده هيأثر عليهم قال له خلاص ماشي وقت ما يخلصوا يبقوا هيبه بعد ما يخلصوا الامتحانات ابتدت انا اروح له قولهم خلاص هو خلصوا الامتحانات نبتدي بقى نجيب الشهود لان فيه مطابين مرديش قال لي طب ربنا يسهل طب بعد كده اما دخلت للمحامي العام حولني للرئيس النيابة اللي هو اسمه محمد شقير تقريبا راح قال لي قص يا مدام قص السراحة يعني هم مش هيبقوله ده هو كل ما اقوله وجيب الشهود ما فيش معاني فيه مصابين يعني في جي ستة كمان مصابين بالنفس الخرطوش بتاع محمد ما اتخذش وغير ده بقى لنا فترة فممكن الاصابات تكون راحت قال ليك لا عادي عادي اصمه مش هيقوله حاجه جديده قلت له انا مليش جعب حاجه جديده او حاجه قديم انا ليه ان فيه مصابين وفيه شهود حقك تاخد رئيس النيابة اما اشتكيتهم بالنسبة للتماؤل ان هو مش رادي يجبه فقال ليك لا عادي اصمه مش هيقوله حاجه جديده لو هيقوله حاجه جديده ما فيش مشكلة وخدمح مهند ابن اخويا مره ودخله جواه ما جبت كل ما بجيب بتاعهم فيديوهات بجيب الشرطة هي اللي بتدرب لاني مفيش حد كمعه سلاح يومها قال للشرطة وكلهم قالوا ان مفيش حد كمعه سلاح غير الشرطة دخل راح واخد مهند ابن اخويا وانا بقدم له قال لي بص يا مدام بص ده هوا قلت له يعني ايه هوا قال لي يعني بيعمل صوت لو عملت كده مفيش حاجه هتجيلك وطب خلص مفيش مشكلة هات السلاح دوت ووقف انت قدامي وانا اديك بيه ونشوف ساعتها هيبقى فيه صوت ولا مش طب وراح واخد مهند ابن اخويا ودخلوا جوه في المكتب بتاعه قال لي بص طول ما انت بجيب فيديوهات الضربة من بره مش هيتاخد بيه هاتلي فيديو واحد يجيب الضربة من جوه وانا اخدلك بيه كلام مباشر كلام مباشر كلام واضح ومباشر نعم طلبة طلبة مبنى لا مبنى انت عارف اصلا فيه هندسة فيه اقسام فيها زي ارتصالات وغيره بيبقى معهم كاميرات وبيعملوا الضربة الفيديوهات كلها مصورة يعني هما ممكن يصوروا من عند مبنى هما اكترياتهم كانوا بيصوروا من مبنى عمارة لان اعلى مبنى مبنى عمارة دوت ممكن يجيب لك لغاية فنون جميلة لغاية فنون تطبيقية بالزهم بيجيبولك كانوا بيجيبولي الساعة بتاع جامعة القاهرة اعرف فيها يجيبولي مدان النهضة انا باجي يعني انا عاملة صور بالاشخاص نفسهم اللي كانوا موجودين يعني انا معرفش مين محمد سعيد رموح العقيد بس بالصور عرفته ليه لاني بيبقى قائد وهو اللي بياخد الاوامر بالتليفون ساعة الضرب مجرد خد الامر بالضرب راح نادى وشاور للي بيدرابه غاز وخرطوش راح مشاور له وراح مخلي بقيت اللي بتاع الامن المركز يشيل الحواجس يشيلوا بسرعة الحواجس علشان خاطر ويقعوا من كتر سرعتهم بعد كده العربيات تبتدي تتقدم اللي هي بتاعه يتقدموا علشان طبعا خلاص هما كده عملوها وبعد كده هوت تلاقي فيه ناس امن مركزي معاهم لابسين مدني ماشي ادي 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 يضربوا الطوب بطريقة رهيبة للجامعة عشان يدخلوا الطلبة جوا الجامعة فيروح العربيات جاية تروح دخلة لغاية عندي بعد المثلة ويبتدوا يضربوا في الطلبة مع انهم دخلوا خلاص جامعة القاهرة نفس التوقيت هو هو فرق بين ضرب جامعة القاهرة وكلية حقوق وهندسة عشر ثواني بين كل واحد عربية جاية قدام باب الجامعة القاهرة ضربت وصابت ناس وعندي ثور ناس متصابة كتير هما طبعا اسمائهم مفيش حد جاب اي حاجة عربية تانية جاية وقفت قدام باب هندسة بس من ناحية تانية عند كلية حقوق ضربوا اللي مستخبين جوا كلية حقوق ودي كتسبب هتاف كلية هندسة اما لقوهم بيدربوا الطلبة اللي هما مستخبين جوا وما بيعملوش حاجة طبعا كميات رهيبة جدا نزلة من العربية راحت عربية تانية راحت نزلة وراحت واخدة كلية هندسة يعني هي مشت قدام كلية هندسة كده وراحت وقفة بعيد شوية وراحت منزلة فهم الطلبة مش واخدين خوانا للي معملوش حاجة ولا في مظاهرة ولا فيه ولا فيه ولا فيه اي حاجة راح جاين لهم من الجنب راح يضرب لهم كتير في الاول كتير اول كلمنا حضرتك على عارش باية هو في الاول خالط اول ما محمد ميت فجأت اني كل يوم الجيران انا كنت فتحة محلة تحت البيت ففجأت ان الجيران كل واحد بيبعث لي ويقول لي يا ريت تفتحي كل يوم يعني يا رب حتى اللاعب فقلتهم ما قدرش ما ينفعش فمن هنا ل هنا فعرفت ساعتها اني الدنيا بتتقلب بالليل الساع 2-3 بالليل دي يلاقي الشارع كله عندي بقلوم امن الدولة امن دولة كلية بتاعة دوت اسم الهرم اللي ما باحث بتاعة اسم الهرم كل يوم يجو بالليل وعرف بعد كده من الجيران هم بيسألوا طب هي اصلا بتبات هنا طب هي من الاخوان طب ابنها كان ليه اي نشاطات كان 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 على كده عاملين لي كارت ارهاب للجيران كلها في الشارع بعد كده هوت ابتدوا ان انا ما كنت بروح كلية هندسة طبعا هو مش عايزيني اروح كلية هندسة لاني كل يوم كنت بروح تعالي مكتب الوكيل علي جبر هتلاقي فيه سيديهات معمولة ومطبوعة فاول ما بخش هندسة طبعا هو مش عايزيني اخش ففجأت اني تليفونات بتجيلي بالموبايل انتي قال لي خليك تروحي هندسة انتي مش عارف ايه انا دكتورة انا 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 طب 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 ماش انا كنت درواتي مع العميد الشرف مراد لو هو اصلا مش عايزني كان قال لي مفيش فيها مشكل وانا ما كنتش هعترض لان مصلحة الطلبة اهم من اي حاج لا انتي كده بتجرب دم ابنك انتي 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 طبعا ايه اما زعقت وشدمت قفلت الاستيكة جيت اجيب بعد كده رقمها طبعا ما فيه بعدها ساعتين على طول لقيت الارض بيرد علي بيتثل بيه اللي هو مصطفى عودة ايوة مدام احنا بنتكلمك عشان خاطر الاعتصام بتاع كلية هندسة وانا اتكلمت مع شريف مراد العميد وقلت له لا ما ينفعش كده الطلبة اهم حاجة ان هي تحضر والكلام ده كله فقلت له طب انا مديش جعوب بالكلام ده كله قال لي لا لازم تيجي الجامعة لازم الكلية تيجي وانتي تقو فيه واتكلميهم هم بيحبوك وبيحبوا عشان انتي مامة محمد واول ما هتقول لهم بطلوا اعتصام هيسمع كلام قلت له بس انا العرف ان الاعتصام دوت معمول مش عشان محمد بس لان فيه ناس متصابة فيه ناس اصلا متقابدة عليها ومفيش يعني مش هو قال لي بس تعالي وملكي الشعب خلاص ماشي بكرا ان شاء الله فقلت اني مكتوب في كل التلفزيونات في الشريط تحت اني مامة محمد رضا معتصمة في كلية هندسة وهي اللي بتقود الاعتصام ففهمت ساعت ان هو كان مصمم ان انا اروح كلية هندسة تاني يوم وده كان اليوم الواحد اللي مروحتهوش سبحان الله يعني علشان اول ما اخش كلية هندسة اتاخد اني انا اللي بقود كلية هندسة في الاعتصام فما روحتش اتصل بقى كتير بعد كده انت ما جيتش انت ما عايش عارف ايه محمد ابن اخوي قال له لا معلش حل مشكلتك مع الطلبة بعيد عنها هي مش هتيجي وانتهت على كده جيت بعد كده بقى دكتورة ابنت حلال اتصلت برضو بيا ايوة انا كنت عايزة اعرف بس محمد وقع فين ومش وقع فين قصلي مش عارف ايه طب ماشي طب اجيلك لا طب اعملك لا طب يعني انت بتتصل بيا ليه بدل ولا هجيلك ولا هتاخد الفيديوهات ولا ولا لا 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 انا بس كنت عايزة اكلمك وحذرك انت عارفة الدخلية قوة ما يستهنش بيها ولازم تخافي على نفسك انت بتكلمي كتير وبتقول ان الشرطة عوضك على الله خلاص اللي عند ربنا احسن انت عملت كتير سيبي بقى اللي ربنا يعمل ويعمل وقلت لها يعني ايه عايز يعني يسيبي كفاية كده هوت الدخلية مصدر قوة وممكن تأذيكي وممكن تقول الله الله انا ما بخافش من حد طب لو انت ما بتخافيش على نفسك خافي على محمود ابنك طب لو انت عرفت منين ان محمود قد لها ما معروف والناس كلها عارفة ان انت عندك ابن في سنوية عام خافي عليه قال ليه يبقى مصير ومصير اخو محمد رد فقلت له والله اخو كان اصلا رايح عشان يتعلم ولا كان ليه في المظاهرة ولا في الهتاف كل الفيديوهات بين ان محمد كان واقف مجرد كان بيدل صاحبه تليفون عشان يطمن بابا عليه اكتر من كده مفيش ولا بيهتف ولا بيعمل اي حاجة وادرب بنا جاله فانت ما تكن يعنيش اني اصلا لو محمود عايز هيجراله حاجة اضرب بنا مش هيجيل بس وانتهت على كده طب انا قلت له انا كده كده مش عامل اي حاجة وانا مش في قضيتش حق ابني مش هسيبه والشرطة هي اللي ضربت وما فيش تغيير في كلام كله باين بالفيديوهات دي التهديدات اللي كانت بالنسباني انا كلها هل كان في مداركات مثلا مداركات النيابة؟ لا المرد النيابة دي حاجة تانية النيابة دي ما شاء الله عليها انت ممكن يقولك تعالى بكرة ستاع عشرة تروح ستاع عشرة ومعاك الشهود والمصابين علشان تروح بيهم للتتب الشرع اللي هو فرامسيس تروح يوم اتنين تلاتة تفضل قاعد لغاية الساعة واحدة وبعد ما تيجي الساعة واحدة يقولك اصلي مش فاضي اصلي مش عارف اي طاعد لغاية الشهود معاك وفيهم دا كاترة من كلية هندسة ويقولك انا مقدرش كل يوم التاني اصيب اجازة واخد اجازة من الكلية ويقولك لا اصلا انا مش فاضي اصلا انا انا والاخر خالص طب اني اجيبهم امتى بكرة تاني يوم نفس الحكاية تالت يوم نفس الحكاية خذلك كده اسبوع عشرة يوم عشان هما يذهبوا وما يروحوش ونفس الوقت ما اجي اكلم اقول انا وقت ما احب اجيبهم اجيبهم بنفس الطريق فدي مدايقات النيابة ان هي المهم اني تخليك تزهق وتيجي لان فيه شهود كتير كانوا بيجوا من غير ما حتى يعملوا كان برضو بيروحوا يقعدوا من الصبح لغاية بالليل لغاية ما هم يذهبوا وما يجوش تاني هي دي بالنسبة للنيابة يعني قدامنا طريق طريقين اول حاجة هنجدوكو طريق المعتاد هنجدوكو لنا يتعام ثاني ونحاول نعمل معا اخر محاولة لاستبعاد وكلي النيابة من القضية وتلبية طلباتنا من رسول مناف القضية كمية وتحديد هواية اثنين من الضباط الموجود في صور والفيديوهات لو ما نفعش الطريقة دي والنائب العام برضو ما تلباش طلباتنا هيبقى مقدمناش غير ان احنا نعمل دعوة مخصمة للنيابة ونقدم طلباتنا عن طريق انزار على يد محضر وهنحاول نلجأ للقضاء ونرفع دعوة ضد نائب العام ووكيل النيابة لتلبية طلباته في سؤال اخر هل بك المحابين كانوا تهديدات برضو او لا لا بالنسبالي انا شخصيا انا ما جاتليش اي تهديدات احنا بس كان كل اللي كنا بنواجه هو مجموعة من السخفات من النيابة لاي صعب لاي صعب في اي اسئلة اخرى شك من اني نقلت زباط كان فيه زابط ملسم ده كان واضح جدا ان النوع الخرطوشي او السلاح اللي هو بيستخدمه هو سلاح خرطوش وكان في ظهره امين شرطة كان بيلم منه الفوارغ كل ما يضرب ده مواضح جدا ان هو اول لما ضرب الطلبة رجعه وراه وجريه وبعدين رجع تاني الفيديو رجع تاني بتسلسله يعني ان الطلبة رجعه اوله تاني عند الباب وبالزبط هو ده وفي واحد اصلا لابت معاه مدني والماسك لتلكي وماسك شنطة عند الباب هو يضرب والتاني يلم الفئة هو ده في قسم محمد رضا وندم الشرطة اللي عنا نبنيه وده صورة زابط اخر برضو دول الاتنين اللي وشوهم ظاهر مش ملسمين واللي احنا قدمناهم للنيابة عشان تستدعيهم واستواجبهم ولحد النهاردة مفيش اي استعاليهم ولا اي اخر ولا واحد ولا تحديد هويتهم حتى ولا حتى تقول ان هم مين يعني طب اما حاضرت اتبقتك بس دعامن بيقضت عليك يبوني بيقولك ان التطب الشرعي بيقول ان ما ينفعش ضارب من خارج الاخرومية فكده يبقى الدولة والمساقة ما ينفعش نحن دي بشهود من الشرطة لان كده كده يبقى هو محمد الصاب من جوا مع ان تقرير اللجنة الثلاثية جاي وده دليل قوي على ان محمد ضرب من مبارا طبعا مش عارفين ولا نوصل للجنة الثلاثية للتقرير بتاعها ولا ناخده ولا نقرأه ولا نعرف نعمل باي حاجة ولا نسبة حتى اقوالنا او نرجع تاني ان نتهم الشرطة من اول جديد لان بيقولك اللجنة الثلاثية ان ينفع لمحمد يجود احداث لضبطه من خارج الكل طبعا كل دوت احنا مش عارفين نسبة اي احنا ما بنقولش كلمة قضيت محمد من يوم بالضبط تلاتين واحد ما تحطتش كلمة فيها ان ايه ده بقى هم حطينه هم بيخطه لتبعهم انما انا من ساعة ما خدها لغاية يوم تلاتين واحد ما فيش اي كلام تاني ولا اعرف احطي كلمة واحد لاني عندي كتير عندي كتير جزة كما تتخيل بس مش عارفة اثبت اي حاجة بس عارفة اصبت اي حاجة ماشي ماشي طب السورة باينة هنا هوات ان محمد كان خلاص خد الضربة وجاري هو وقع بعد المثلة على طول عشان تبقوا عارفين اهي هو كان واقف في الحصة دي والضرب ووقع بعد المثلة على طول بعد اللقطة دي حتى هو هنا هتلاقوه معاوك ومسك اه كيف سيبره من هنا هوات هو وقع بعد المثلة على طول بعد الضربة ماشي هنا هنبصل هنا هوات هنلاقي اللي لابس فانطلون ترنج لبني ده واحد من دم الشبود له اه قال انه هو بيجري لأ واحد بيقع راح اه رجع خطوة وشاله ده شاله لغاية المطبع وبعد كده هوات شاله لغاية العيادة ده باب الرئيسي بتاع كلية اندسة ده الباب الرئيسي بتاع كلية اندسة محمد كانواا في كده ليه ده باب لا الجامعة كده كلية اندسة قدام كلية حقوق وباب الرئيسي ان ناحية التانية ماشيو لو بصينا هنا هوات هنبصل هنا هوات دوت واحد من المصابين محصاب بنفس الخارطوش بتاع محمد في دوت ده رجل امن اللي وراه برضو اللي على اليمين ده رجل امن اصلا وهو ساعة اصابة محمد جري محمد واقع وهو دخل مبنى مطبع مع المصاب اللي هو اه اه نفس الفرطول بتاع محمد. برضو دوت مصاب من دمن الاصابات بتاعه محمد. يعني كان كل اللي حواليه وبيجروا كانوا من المصابين باصابة الخرطوش بنفس حجم الخرطوش. وبالنسبة للمراية العكسة اللي هم كانوا مطلعين فيها دايماً يقولوا في التلفزيون ان المراية العكسة دي نفس الخرطوش بتاع محمد. آآ الادلة الجنائية اسبتت ان الخرطوش اللي طالع من المراية العكسة عبارة عن آآ آآ بتاعتها مية خمسة وعشرين من الف حجم. ومش من نفس الخرطوش بتاع محمد اللي محمد الخرطوش اللي ضرب بي حجمه كان واحد جرام ومية وثلاثين من الف. يعني ولا نفس الحج ولا آآ نفس الشكل ولا نفس النوع. السورة اللي قولت العسكري بيضرب وجرد واحد بيقولك عني ما ده. اه. اه. اه دي اعطيها كان. في الفيديو باين ان هو بيجري من عند كلية حبوك من شرطي جري مرة واحدة. وباين في الفيديو وجري مرة واحدة وهو ساعة الضرب وراح جاي يلازق في باب كلية هندسق ضرب ضربة ومشي. اما دوت يعتبر اللي هو كان بيحط الادلة الجنائية للنيابة. علشان يبقى شغلوهم مزبوط بمعنى صح. لان كان كله بيلموه. فهيعملوا ازاي ما يحصل وعرفوا ان كده كده فيه واحد مات وواحد مصاب. فعملوا كده. ومحمد الصاب هو حداشر. يعتبر عشرة مصابين وواحد كانت الشنطة بتاعته هو آآ الصابد. يا دوبك عملوا كده فرق الشنطة بالكشمول. يعني عشرة مصابين وواحد شنطته ومحمد بيت. بنفس الخرطوش. كله بنفس الخرطوش اللي هو المطور اللي هو اربعة لخمسة مليا. المشمون دس اللي هو المادن. فالنيابة تكلف المحسي الجنائي بتاع وزارة الداخلية يحدد هوية الشخص ده. يمكن هو العنصر المندس. ونشوفه وماشي مع. ونشوف بقى هو شغال ايه بالزبط الرجل المندس ده. المادني ده. نشوفه شغال ايه وكذا. امن مركزي الكتيبة الثالثة في آآ كطاع عمر بن الخضاء. زي ما هو قال العقيد رمح للمير. ده اللي هو المشاري ده? اه. قال كله. قال عماتا كله. كل اللي كانوا موجودين كانوا في وقت ساعة محمد كانوا هما يعتبر من امن الامن المركزي الكتيبة التالتة آآ كطاع عمر ابن الخضاء. بس طبعا ما جابوش ولا اسماء ولا اي حيطة. لا لا لا. خرج. اشتركوا في القناة